اشتركوا في القناة 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 ويحمد ويسبح عند موته ولا يشبكوا قومه انه مات مسلما لما وهو من ربالها بيوم اياس بن عز البول مسل جماعة مع تعالى سنة 17 هجرية مات او حلف لحد الله ددنا يا مسل القريش انا ددنا يا خزرج واننبي صلى الله عليه وسلم مات ايوم دعوات قدموا قلهم وجدوا وقالين من القرآن قرأ قلهم كمسال قرأياني اللي إياس والله اللي هي خير مننا انتملمت أقلوا منو أنو اللي قلوا الآن الحيسكم وحيسكم وإلا الحيسان نابيله واورا من النبقى على وقبل الحصير وقلوا تعبالناس أكا تقاطر دبطاء يوغل اللي إياس ودمن هنا لقيا انت طبو الهاليكا كيمبالو قلوا معتعامنا حنا احنا قلوا شوق وبعد معتعامنا بيلايو وتم بلا وكمسال أقبارو دي بيترب دي بمدينة يبات وفا دي بموتا وقد ميت لها الليل على وكبر على والحمد على وسبع على الله أكبر الحمد لله سبحان الله والحمد لله والله أكبر لبل على إلا نهيني خير مما طلعت عليه الشمست إلا سبحان الله والحمد لله إلا الله أكبر إلا تحايل فقردي بوكين من نلتت قمك ياتا ومن نلت حيستا وإلا لربه الهبي وإلا لألهمي كأربعة وعشرين ساعة أولة التي يستراكين لسانو رطبو بذكر الله من قبيك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر من لبل يقول ميل أتحايل دي فقير فقر وديب أمير فقر وديب وزير فقر وديب مسكين فقر وديب زالم فقر وديب منسب فقر وديب عدل فقر ديب إيش أيو ديب دبر ديب بحر ديب أس كله 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 ديبو من لهم كلهم لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله والله أكبر لن تحيز وإلي ربه بلاخت مغلو وأورو شكوادي أعلانكم صلى الله عليه وسلم موتا أبو ذر القفاري بلغ إليه خبر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بسبب إسلام سويد بن السامت وإياس بن معاذ خبر بطحيو فأرسل أخاه إلى مكة ليأتي بالخبر فذهب ورجع ولم يشفه فخرج بنفسه حتى نزل بمكة في المسجد الحرام وبقي فيه نحو شهران أو نحو شهر يشرب مع زمزم وهو طعامه وشرابه ولا يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم أحدا خوفا على نفسه ثم استطبعه علي رضي الله عنه حتى دخل به على النبي صلى الله عليه وسلم فطلب منه أبو ذر أن يعرض عليه الإسلام فعرض عليه فأسلم مكانه ثم جاء إلى المسجد الحرام وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فانقضى عليه قريش وضربوه ليموت فأنقضه العباس فلما أصبح القد قال مثلما قال بالأمس وضربوه مثلما ضربوه بالأمس وأنقضه العباس كما أنقضه بالأمس ورجع أبو ذر إلى مساكن قومه بني غفار فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هاجر إليها اللي وراء منه أبو ذر القفاري يمشي واحدة ويبحث واحدة وسيموت واحدة بلا النبي صلى الله عليه وسلم كمسل لخبرناي سويد بن السامت وياس بن معاز كمسل سامعا بأسلام دنا يوم وحوهو الأكار الخبر قل الله يقولوا يتأكد اللي يتبهل هالله أمانتو فعل النبي هالله ورسول هالله وميتر حاصل هالله أقل الخبر يقولوا لكن الخبر اللي يقين كمسل يقب أقلوكو حتى كمسل يأفيديو ويتأكده منه نوسو مات أمكة مدد شهر دي بمكة قصوي على بلعي على وسطي علم بل ما يزمزم اللي ما يزمزم سادي برد عايش على منه بلع على ومنه سطي علم ما يزمزم يعني إذي طعام طعام موسقيا شرابتو ودواتو والماشورب لهوتو وره يعني ما يزمزم وقصت حوذاتي ستين يلازم يتضلع تمام بسكلا أطلعو تتمال لازم أقل عبدو حمنبو وما يزمزم ما يزمزم الشفاة وما يكمسلل الألبو ومايتو كما ألي قويكم لا كانوا يكونين دي كوني لكن ما يزمزم الأهميتو أمرتا بقالل وإندا شرق اندا بياندا نحلافيا حدينا وديبل تعيش على بوزر القفاري ومنوط أولي فرح على علي بن أبي طالب ركبا وعلي ذول اندا تابع ومسلو اندا قاببا ديبا النبي صلى الله عليه وسلم وابو وقل النبي صلى الله عليه وسلم dislال له أن Waiting والنبي صلى الله عليه وسلم سحر ما أرأو سحر الخانط كتمام دابط أسيق مع الباس التكري وما لي مرحبا لكم عندما سأطيبواها واتقاننا استطاعنا أن يكون محمد رسول الله يقول بالرسول delivers من الاول الإعلان ورسول القضاء عباد جميعا وتقريبه يقولون للقلية التمسكب كانت أبو ذر القفار ويسمونه نسباً قبيلة بني قفار وأنتمه كانت أبو ذر القفار لكن النبي صلى الله عليه وسلم مسكة مدينة تقول لها جزر لكن النبي صلى الله عليه وسلم مدينة هاجرة اللي لسار سائل ترابعي طفيل بن عمرو الدوس لدبه العلا كان شاعرا لبيبا رئيس قبيلته دوس في ناحية اليمن قدم إلى مكة سنة 13 من النبوة فاستقبلوا أهل مكة وحذروه من النبي صلى الله عليه وسلم حتى حشى أذنه الكرفس حين جاء إلى المسجد الحرام كي لا يسمع منه صلى الله عليه وسلم شيئا وكان صلى الله عليه وسلم قائما يسلي عند الكعبة فوقع في أذنه منه شيء فاستحسنه فقال في نفسه إني لبيب وشاعر ما يخفى علي الحسن من القبيح ما يخفى علي الحسن من القبيح فما يمنعني أن أسمع من هذا الرجل ما يقول فإن كان حسنا قبلته وإن كان قبيحا ترفته فذهي يعني بهتم لبيلواء أي تسمع منه ومن آمر الناس منه تمام حذره وأسأله إسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ودي بأدنكم مسألات يعني كربس كمنعي بوطن وقال إلى حشا قيل اسمع وحتى معي له هنا النبي صلى الله عليه وسلم قيامه وادع له ولسأله على أن دل السلال قال له إني أذنه طارقة وإني أذنه طارقة لأن لا نسمعه لأن لا نسمعه أسرد بو وأستحسنيان عجبا وحره يعني قال له نفسه بإليه أنا إنسان شاعر أنا واللبيب عنا عاقل أنا إنسان فاكر أنا وآمر أنا للهجيئة لأسمعه سنيت من قبيح من أستحسن ومن تعجبني إنساء وكليت من قبيح يعني أدن منا بيلا فمن النبي صلى الله عليه وسلم سمع على فلما إنسان فالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته تبعه حتى دخل بيته وذكر قصته وطلب منه صلى الله عليه وسلم أن يعرض عليه أمره فعرض عليه الإسلام وتلع عليه القرآن فأصلم وشهد شهادة الحق وقال إني مطاع في قومي وراجع إليهم وداعيهم إلى الإسلام فادع الله أن يجعل لي آية فدع له فلما قرب من قومه استنار وجهه كالمسباح فدع الله أن يجعله في غير وجهه فتحول النور إلى وسطه فلما دخل على قومه دعاهم إلى الإسلام فأصلم أبوه وزوجته وأبطى القوم لكنه لما هاجر إلى المدينة بعد الحديبية كان معه سبعون أو ثمانون بيتا من قومه لهني ربي فتح قلو فتح وهقوم الغرآن سمعه وعجبيو قال النبي صلى الله عليه وسلم أسعر جيسا وتعبعيو وأسكلا بيتا ومن النبي صلى الله عليه وسلم طلبا يا رسول الله أنا إنك مسألك مسألك إن أنا وإسلام علدي بيلي ونبي صلى الله عليه وسلم إسلام عرض ديبو وآمرا وطوالي بشهد تلحق وبكلمة تلحق أشهد أن لا إله لأنه محمد رسول الله بيلي وقل النبي صلى الله عليه وسلم بيلي أنا إنسان حبت بي أنا ومطاع بي أنا ديب عجي وفوتوه أنا وغي يقبولتو وعجي يقبولتو وغل دعواتك اللي قدم وغلومتو من ساعتك اللي فقرابي لي وغل النبي صلى الله عليه وسلم دعاك ديب ونسر كبيري والنبي صلى الله عليه وسلم دعاك له وأول ما لعدو قلبا نور التقاط كمسل نور كمسل فانوس كمسل مسبح فدعا الله إن يجعله في قير وجهه فتحول النور إلى وسطه فهذا نور إتا وسط قرب وتحول لمن نقاط وتحت كرة وكمسله يعني التمدينة كمسل عقبالة دي بعدو كمسل عتكين دي بعدو كمسل باطحا والإسلام كمسل عرضا دي بوم ودعوت كمسل عسل اليوم والنبي صلى الله عليه وسلم كهو عجيه وميته لكل عواصل اليوم بقيد بقيد أبوهو السيتو اللم أسلمه لكن لقوم لنايو العدو شوية قليت أخروا منهم بقيد أسلمه لكن عقو مدينة هاجرة بعد حرب الحديبية كان مسلو يعني سبعين أو تمانين بيت كل من ده أسلمه تبعو ومدينة هاجرة النبي صلى الله عليه وسلم أتوكين رسول صلى الله عليه وسلم كمسل يقول الحامساي دماد ضماد الأزدي على من أزد يعني من نشوءه من اليمن كان يرقي من الجنون والجن والشياطين فجاء مكة فسامعا سفهاءها يقولون إن محمد المجنون فجاء يرقيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ومن يهديه الله فلا مدل الله ومن يهديه الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد اللي دماد إنسان رقية تقرع على وأسأله بإلوان نبي صلى الله عليه وسلم جنون بديبو وراء الله محمد اللي أقوله أنت رقية تبغلي وددنا الشياطين وقولهم قلي رقية توده وشفاة توده وربي لو عديكاته إنسان راقي إنت كأقل للقديب النبي صلى الله عليه وسلم كم سلم النبي صلى الله عليه وسلم إلا الحديث اللي لا بينا اللي بينا إن الحمد لله نحمده فاستعاد دماد هذه الكلمات ثلاثة مرات ثم قال سمعت قول الكهنة والسحرة والشعراء فما سمعت مثلا كلماتك هؤلاء لقد بلغني قاموس البحر هات يدك أبايعك على الإسلام بيليك اللي ما يعني لقي أنت طب لها لك شعرائيكو وقيا كهانيكو وقيا مجانيين إيكو وقيا ناي شعرائيكو إذيك هبنقل بايعك وبايعا لجيعج بايو لما لحام ساعتو دباسات إسلام أهل المدينة اللوم هي نحلقة بونام ودق اللوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة